اهلا وسهلا بكم في الطابق الثالث والمحاضرة الثالثة من مادة مقدمة في التمويل. في الطابق السابقة عرفنا يعني ايه time وعني ايه time is money. اتعلمنا عن compounding with discounting. ويتعلم يعني future value present value. وفي الطابق اللي بعد كده اتكلمنا برضه عن الاسهم وانواحها. وازاي ممكن نعمل الاسهم. اه عن طريق discounting او التوزيعات الخاصة بالاسهم دي. في الطابق ده هنتكلم عن السندات. يعني ايه سندات وانواع السندات. ويا ترى ازاي ممكن نصعر السندات. اه كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الطابق ده. فاحنا النهار ده الطابق بتاعنا اسمه interest rates and valuation. يعني اه العوائد الخاصة بالفائدة. وتأثيرها على اسعار السندات. طيب في الطابق ده احنا هنتكلم عن بعض النقاط اللي هي منها السندات bonds وبوند valuation. التقييم او التسعير الخاص بسندات. هنتكلم اكتر شوية عن البوند features. بعض الخصائص الخاصة بالبوند. هنتكلم عن حاجة اسمها بوند ريتنجز. ايه هي الريتنجز. يعني انواع البوند عاملة ازاي. اه وهنتكلم عن الانواع المختلفة دي. مختلفة في ايه وازاي. هنتكلم عن البوند ماركت. فين بيتم التداول الخاص بالسندات. هنتكلم عن التضخم الانترست ريتز عامة اللي بتأثر على التقييم الخاص بالسندات. وهنتكلم عن ايه هي المحددات الخاصة بالعائد على السندات. اللي هو البوند يلدز. في الطريق كده احنا هنعرف الامبورتنت بوند فيتشورز. الخصائص المهمة والانواع المهمة. وهنفهم ليه الفاليو بتاعت البوند او قيمة البوند بتختلف وبحصل الله يعني ايه بوند ريتنج ومعناه ايه. اه ايه تأثير التضخم الانفليشن على اه الانترست ريت الخاصة بالبوند. ويعني ايه ترم استركتر بتاع الفايدة. اه او كمان اه المحددات الخاصة بالبوند. لو هنبدأ مع بعض فاحنا هنقول دلوقتي انه البوند هو اسمه سند وهو عبارة عن كونتراكت خاص بالدين. السند هو دين. في بوند هولدر بيقدم فلوس او بيدي فلوس بيثلف فلوس للشركة. وصاد ان هو ياخد فايدة. فهو انترست اوني لون. السند نفسه ليه قيمة اسمية زي وزي السهمة بالزبط. القيمة الاسمية بتاعته برضو اسمها بار فاليو. ممكن اقول عليها فيز فاليو. القيمة الاسمية للسند الواحد هي سبتة عبارة عن الف. لما بيحصل اشوانس للسندات ما بين البوند هولدر والشركة. ممكن يحصل يعني لعدد كبير من السندات. لان المبلغ اللي بيتم اقتراضه بيكون مضاعفات الالف. طيب السند ده نفسه لهو عبارة عن عقد للدين من البوند هولدر للشركة. على فكرة البوند هولدر ده ممكن يبقى شخصه ممكن يبقى شركة. ممكن شركة هي اللي بتسلف عن طريق السند لشركة اخرى عادي جدا. فيبقى البوند بالنسبة للشركة اللي هتاخد الفلوس هو يعني التزامه بالنسبة للشركة اللي بتقرض الفلوس هو استثمار يعني. خلاص في البوند ده او الكونتراك ده بيبقى فيكم بون ريت يعني يبقى فيه نسبة نسبة خاصة بالفايدة اسمها كوبون ريت. فاكرين لما قلنا الانتريست ريت اللي هي الار بيبقى لكل كونتكست بيبقى لها اسم. هنا العائد على السندات اسمه او بمعنى اصح خليني نقول مش العائد او الفايدة اللي بتيجي من السند بيبقى اسمها كوبون ريت. طيب الكوبون ريت دي احنا بنضربها في الفيز فاليو يطلع لي حاجة اسمها كوبون اللي هي الايه الفايدة اللي بتتدفع اسمها كوبون. يعني الفايدة بتاعت السندة اسمها كوبون. خلاص الفايدة دي بتتدفع عامة انوالي وسعب بتتدفع سميانوالي. طيب حلو. المدة بقى اللي المفروض فيها الشركة اللي اقترضت الفلوس ترجع الفلوس للبوندهولدر دي اسمها آآ بعد ما تمر يعني الفترة دي دي اسمها ماتيوريتي بيريد. والديت او المعاد اللي آآ هترجع فيه الشركة الفلوس اسمه ماتيوريتي ديت. وفيه حاجة اسمها ييلدتو ماتيوريتي يعني ايه يعني العائد اللي بجد اللي انا اخدته على السند لما السند استمر لحد الماتيوريتي وبعد كده الشركة اللي اقترضت الفلوس رجعت للفيز فاليو. فاحنا اصلا لما بتيجي الماتيوريتي الشركة اللي اقترضت الفلوس بترجع للبوندهولدر الفيز فاليو. حلو. طيب هل ده معناه ان كل البونز لازم تستنى آآ الماتيوريتي عشان الشركة اللي اقترضت الفلوس ترجع او الفيز فاليو للبوندهولدر? لا. في بعض البونز ممكن ما تستمرش لماتيوريتي. كل الحاجات دي هنقونها مع بعض آآ في السلايدز القادمة. طيب لو هنتكلم عن الكيفيتش تحت البوند يعني اصلا بونده ايه هو الكيفيتش تحته? اول حاجة قلنا اللي هو ليه بار فاليو قيمة اسمية. البار فاليو ده ممكن اسميه فيس اماونت. هي هيها. ده هو ده. طيب الفيز اماونت دي هي اللي بتتفحق الشركة اللي اقترضت الفلوس لبوندهولدر بعد ما الماتيريتي بريد خلاص مدة السند مدة الاقتراض تخلص. خلاص? فاحنا بنقول انه دايما الفيز فاليو عمتها بتبقى الف جنيه ثابتة. وبيتم اشوانس او بيتم يعني اشوانس كزا سند علشان اه الدنيا اه اه تحصل. اه بيتم ايه اشوانس لكزا سند بمضاعفات الالف. حلو. الانتريست ريت اللي هتيجي للآ بوندهولدر بيبقى اسمها كوبون انتريست ريت او اسمها استيتد. استيتد عشان اه مذكورة في الكونتراكت بتاع البوند. وهي عادة المفروض يعني يستحسن تكون بتساوي الييلد وماتيريتي اتقشو. يعني ايه الييلد وماتيريتي بقى? يعني العائد المتوقع العائد المرغوب في السوق من البوندهولدرز من الشركات. حلو كده? هو المفروض يعني خلاص احسن الاوضاع ان تبقى الكوبون ريت اللي موجودة على الكونتراكت بتاع البوند يكون بيساوي العائد الايه? المنشود من البوندهولدرز او البوتانشال البوندهولدرز اللي موجودين في السوق. خلاص? فده ده يعني احسن حكاية حاجة بتحصل. بنحسب ازاي بقى الكوبون بايمنت اللي بيستلمها البوندهولدر على مدار الماتيريتي بيلي بتاعت البوند. احنا بنمالتبلاي الريت دي في البار فاليو علشان نجيب الايه? الكوبون بايمنت. حلو. وبتبقى الكوبون بايمنت دي هي فيوتشر كاشفلوز ولما بيخلص الماتيريتي بتاع البوند بيبقى الفيس فاليو فيوتشر كاشفلوه هو كمان. حلو جدا. طيب نكمل كيفيتشرة البوند بنتكلم عن الماتيريتي ايه هي? اللي هي السنين اللي احنا بنقعد نستناها البوندهولدر بيقعد استناها لحد ما الشركة ترجع له الفيس فاليو تاني. خلاص طيب ييلتو ماتيريتي تاني هي على فكرة ييلتو ماتيريتي عاملة زي الريتورن اللي موجود في الشير في الطوبيك بتاع الشيرز اللي هو العائد المرغوب من البوندهولدر الموجود في السوق. فده الماركت ريكوائد ريتوف ريتورن. خلاص للبوند اللي هي عندها ثمن الرسك وثمن الر ايه؟ ماتيريتي. هو البوند هو كمان فيه ريسك ايوة وهنشرحه. طيب اوكي. البوند دوت احنا مفهود ان احنا بنعمله فاليو. فاحنا عارفين دلوقتي ان احنا عندنا كوبون بيمنس بتيجي منه وانه كان فيه كمان فيه فايز بيليو بتيجي منه بعد الايه؟ الماتيريتي ما تخلص. فاحنا عشان نعمل بوند بنعمل ديسكاونتنج لفوتشر كاشفلوز زي ما عملنا في الشيرز عادي جدا. الديسكاونت ريت اللي احنا هنستخدمها هتبقى الكوبون ريت الايجابة لأ. هتبقى ايه الماركت ريت. اسمها ايه الماركت ريت اللي هي ييلد تو ماتيريتي. خلاص طيب. واللي بتستخدم دايما يعني بيرمز اليها ايه؟ المفروض ان السوق بيبقى عاوزه في حالة ان البوند بيبقى موجود لحد ايه؟ ماتيريتي. في فضل ايه الفلوس موجودة مع الشركة وبترجعها شغيل لما الماتيريتي بتاعت البوند ايه؟ بتخلص. عادة يعني ويستحسن والاوبتومال سولوشن ان يبقى يعني الانتريست ريتا مرغوبة من الماركت تساوي الكوبون ريت اللي موجودة في العادة بتاع السند. وبيتقال عليها انوال برسنتج ريت. يطلق عليها هذا يعني. طيب. عاوزين بقى نستفيد من كل الكلام الحلو ده؟ ونعرف ازاي ان احنا نحسب البوند فالي. طيب احنا عرفنا ان البوند بيجي منه دي معلومة احنا خلاص عرفناها. وعرفنا انو بيجي كوبون الكوبون ده عبارة عن الكوبون انتريست ريت الفيز فالي. وبيجي كفايدة البوند غولدر كل سنة من الماتيريتي بيليد. اممكن يكون كل نصف سنة من الماتيريتي بيليد. فانا هعمل لها ديسكاونتنج. يجيب لها بريزنت فالي. طيب. كمان بعد ما الماتيريتي بيليد تقص في الماتيريتي ديت. الشركة بترجع البوند غولدر البور فاليو. وبالتالي احنا محتاجين نعمل له ديسكاونتنج. هنجيب له الفكرة بقى ان البور فاليو ده هو رقم على بعضه. بيحصل مرة واحدة بس. فبقول عليه لام سام. فبيجيب له البريزن فاليو. عن طريق الاكوشن اللي احنا كلنا عارفينها. اللي احنا ذكرناها. على سهلة. هنا بقى الكوبونز دي. هنعملها نفس معاملة البور فاليو. لا. لانه لو افترضنا ان البوند ده تلاتين سنة. هفضل اعمل ديسكاونتنج تلاتين مرة مش منطقي. حلو. طيب. عشان نساهل على نفسنا او البراكتيشنر سنساهلوا على نفسنا قالوا ايه. قالوا الكوبونز دي ارقام ثابتة. يعني كل فترة نفس الرقم بتحصل عليه البوند هولدر. وبالتالي هو البوند هولدر ده شخص مش 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 بياخد ريزكا اوي. خلاص هو عاوز يحصل برضو على آآ فايدة سابتة الى حد كبير. بالنسبة له ممكن تكون ده فايدة اكتر من الفايدة اللي موجودة في البنوك مثلا. لانه بياخد ريزكا اكتر. لما بيحط في رسومة على الشرك. طيب. الكوبونز اللي بتجيله دي هي equal payments. equal payments over equal periods. فالاي equal payment over equal period بيقولوا عليها annuity. زيها زي قصة القرد كده بس ضبط. لو حد اخد قرد وبيدفع قصة كل شهر نفس الرقم. فده equal payments over equal periods. over equal periods اللي هي الشهور لحد ما السنين القرد تخلص. فده ليها قانون لوحده هنتعلمه مع بعض ان احنا نجيب present value. فاحنا نجيب present value بتاع الكوبون payments اللي هي اسمها يعني يطلق عليها annuity عشان هي equal payment over equal periods وهنجيب present value التاع par value اللي هو لام سم عن طريق قانون اللي احنا عارفينه عادي جدا. هنستخدم انه بقى ريت علشان احنا ننسكاونت التو فيجرز دول هنستخدم ال ييلتو ماتيوريتي. ما بنستخدمش الكوبون انتريست ريت. لان في احتمال ان الكوبون انتريست ريت ما يسويش ال ييلتو ماتيوريتي. وإحنا بنستخدم العائد اللي موجود في السوق زي ما طبقنا الكلام ده في الطابك بتاع الشيرز. طيب. وطبعا العلاقة اللي ما بين البرزم فاليو والانتريست ريت تظل قائمة. بمعنى انه كل ما الانتريست ريت اللي موجود او مطلوبة في السوق زادت كل ما كان البرزم فاليو بتاعة الارقام دي قلت. لان انا بديسكاونت فايدة اكتر بكتير من الطبيعي. وبالتالي كل ما الانتريست ريت اللي مطلوبة في السوق زادت كل ما انا هاخد بوند برايس اقل. طيب. تعالوا بقى نشوف البوند برايس ده بتحسب ازاي. البوند برايسنج ايكويشن يعني الطريقة او المعادلة اللي بستخدمها عشان احسب البوند هي ايه بريزم فاليو اف انيوتي اللي هي اسمها كوبون بايمنت ويه بريزم فاليو بتاع اللامصم. اللامصم ده اللي هو الفيز فاليو فانا هنا هكتب ايه الفيز فاليو اهو بعملت له اف وهقسمه على وان بلاس ار توباور اوف تي وان بلاس ار الار هنا هي اسمها كده اللي هي في السوق بتاع السندات والتي اللي هو خلاص اللي هو ايه بتاعت البوند اللي بعد ما تخلص المفروض ان الكوربريشن هتدي البوند فاليو او سوري هتدي البور فاليو للبوند هولدر طيب بالنسبة للكوبون انترستريد بقى عشان نجيب لها البريزن فاليو اللي هي بنطبق القانون ده بنضرب الكوبون اللي هو عبارة عن في واحد ناقص واحد على واحد زائد الار بتاعتي بتاعت البوند فهو ده القانون اللي انا همشي عليه عشان اقدر اجيب البوند فاليو والقانون ده ما تطلب من حضراتكم انك تعرفوا تحسبوا بيه علشان تقدروا انك تحلوا الاسئلة اللي موجودة في الكوز طيب انا عندي هنا كوبون كوبون بايمينت وعندي فيس فاليو اللي هي الاف حلو جدا ده الطريقة اللي ممكن حضراتكم تستخدموها علشان تطبقوا الاكويشن اللي موجودة الخاصة بالبوند فاليو لو تستخدموا نفس الكالكيليتر وده اعادة كده لشوية قوانين موجودة في الاكسل بتساعدنا ان احنا نطلع الفوتشر فاليو والبريزن فاليو والريت والتايم وكل الكلام ده كله خلاص وطبعا ده للمعرفة العامة حضراتكم لما تحبوا تستخدموها على الاكسل براحتكم لكن انا طلبة من حضراتكم بس انكم تعرفين الطريقة على الكالكيليتر عشان تقدروا تحيلوا بيها في الكوز طيب فيه هنا نقطة لو استخدمنا الكلام ده خلاص علشان الانيوتي مثلا اللي هي الكوبون بايمينت اللي هي ايكوال بايمينت اوبر ايكوال بيريد فيه هنا حاجة اسمها زيرو وون احنا بنقول ان الديفولت بتاعها زيرو ومعناها اردينيري يعني ايه يعني اعتيادية يعني ايه برضو يعني البيمينت اللي هتحصل بتحصل ايه عدى سنة يبقى في اول السنة جنوان خدت فلوسي دي اسمها اردينيري التانية واللي هي اخر السنة يعني انا عدى سنة هستنى السنة دي اخرها خالص اخد الانيوتي بتاعتي فتسمها انيوتي ديو فساعتها هعوض هنا بوان تاني حرك مش مطالب حرك مش مطالبة تعرف تعمل الكلام ده خالص تماما خلاص ده المعرفة العامة طيب احنا عايزين بقى نعمل فاليوشن للبوند هنطبق الرول اللي احنا لسا واخدينه خلاص طيب لو احنا عرفنا انه في بوند كونتراكت في كوبون ريت بتين برسنت والتين برسنت دي بتتضرب زي ما قلت في البار فاليو عشان يطلع لي كوبون بايمنت فكرة الكوبون بايمنت كام مية يبقى لما اجي اعوض في القانون بتاع البوند وهكتب هنا مكان الكوبون مية خلاص طيب اوكي المفوض ان المية دي الشركة هتديها للبوند هولدر اوفر فاي فييرز والكلام ده بيحصل انيوالي يعني هيحصل خمس مرات اوكي طيب وبعد ما الخمس سنين يخلصوا الشركة هترجع للبوند هولدر لالف جنيه فاحنا هنيجي هنا لالف جنيه دي خلاص هنعمل لهم ايه هنعمل لها اللي هي والار اللي موجودة هنا في البوند اسمها ييلد وماتيوريتي اللي هي ماركت ريت ماركت ريت كام اليفن يعني ايه ده يعني الناس في العموم عايزة اليفن بس البوند بيدي تن حلو طيب فانا هنا هعمل يعني 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 طيب بالنسبة بقى للكوبون هنعمل لها برضو هي كمان بريزن فاليو عشان هي انيوتي بقانون مختلف شوي هيبقى برضو الييلد يبقى واون بوينت اليفن باور افتي اللي هي فايف على الييلد تاني طيب اوكي الجزء ده لما الجزء ده الخاص به الانيوتي لما تعمل طلع الرقم ده تري سيكس نايم بوينت ففتي نايم والجزء التاني الخاص باللمس لما عملت طلع عليه فايف نايم سري بوينت فورتي فايف فانا جامعة اللي اتنين لقيت ايه لقيت ان البوند برايس البوند غولدر يعني اللي هو هيدفعه في البوند اللي هي الفلوس اللي هيدفحها عشان كأنه بيخرد الشركة هو عبارة عن وده اقل من القيمة الاسمية بتاعت البوند يا ترى ده علشان الكوبون ريت عشرة في المية يعني اللي هو المطلوب في السوق 11% فكده البوند بيديني اقل من المطلوب في السوق اشجع ازاي اي بوند غولدر ييجي يشتري البوند ويسلي في الشركة وهو هياخد عائد اقل من المطلوب اخليه يدفع اقل من الفيس فاليو بتاعت البوند طيب هو دفع اقل من الفيس فاليو بتاعت البوند يعني هو اخد ديسكاونت بوند خلاص كده اخد ديسكاونت بوند هل ده معناه ان لما الشركة بعد ما يتعدل خمس سنين ماتيوريتي هترجع له التسعة ستة تلاية بوينت افر هترجع له الالف زي ما احنا حسبناها عادي جدا بس هو دفع الرقم الاقل ده علشان كتشجيع لانه اقل من اليد وبالتالي احنا كده وصلنا لنوت النوت دي بتقول ايه بتقول انه لما يبقى اكبر من اليد خلاص فده معناه انه لازم يبقى اقل من البار علشان البوند هتشجع وياخد مثل هذا القرار خلاص فعشان كده هنسميه هنا ايه هنسميه هنا وده نوع من انواع البوند حلو جميل طيب هنروح ليه الطايب التاني الطايب التاني اسمه بريميوم يبقى بريميوم يعني ايه يعني انا دافع بالزيادة زيادة عن طب ليه هيبعكس الحالة اللي فاتت انه اكتر من طيب تعالوا نشوف مع بعض ادي كوبون ريت 10% وبرضو يعني 10% هتتضرب في ديني 100 المية دي هتتدفع كل سنة لمدة 20 سنة خلاص طيب وهنا طيب اوكي مش تن يعني مش زي هم كنا لسه منقول من شوية لا طب ادي يعني اقل ولا اكتر اقل يعني اللي مطلوب في السوق اقل والبند هيدين اكتر الله دي حاجة جميلة بسوزبر انت دلوقتي الله دي حاجة جميلة الشركة تطلب منك زيادة تاخد منك زيادة اكتر من تعويضا عن الزيادة اللي هتقدمها لك في كل مرة في هي محتاجة تاخد منك فلوس دلوقتي اكتر تشغال تطلع بها الفرق ده حلو طيب انا لما هعمل للكوبون و هعملها بقانه ريت لأ بليت ياس فانا دلوقتي حاس بحاجة بعشرة في المية وبعملها دي سكاونتنج بتمانية في المية فدي حاجة جميلة جدا اكيد هي في الاخر الرقم يطلع اكتر من الاساس اكتر من الالف يعني خلاص فهنطبق القانون اللي هو قدمية كوبون انا يجب لها الفريزم فاليو وان بلس اه سوري وان ماينس وان اوفر اللي الوان زائد اللي هي مكان اللي هي في اللي هو اللي هو بزاق هنعمل بتاعة اللامصم اللي هما الالف على طيب عملنا الكلام دا كله جبنا ودي وجبنا ودي طلع لي في الاخر التوتل يبقى فعلا البوند غولدر دفع زيادة عن الفيس فالي عشان كده دا اسمه بريميام بوند اسمه ايه بريميام بوند خلاص حيب بريميام بوند بريميام بوند دا بيحصل امتى لما تبقى كوبون اعلى من اللي اللي بيبقى الشركة محتاجة تعوض الفرق اللي هياخده هيكسبه البوند غولدر وطبعا يعني بوند غولدر بيقى مستعد يدفع شوية دلوقتي عشان ياخد مكسب اكتر قدام فده معناه انه في حالة انه ييلد اقل من الكوبون ريت ساعتها لازم يكون البرايس اكتر من البار وهذه هي حالة البريميام بوند يبقى انا كده اخدت حاجتين حاجة اسمها ديسكاون بوند اللي هو فيها البرايس اقل من البار وحاجة اسمها بريميام بوند اللي هو فيها البرايس بيبقى اكتر من البار طيب حلو نفترض الكسر عادية جدا بقى ايه الكسر عادية جدا انه الكوبون بتساوي زيها زي اللي موجود في الماركت ساعتها هيبقى اكيد من غير كلام طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده عندنا ما بين بمعنى البريس ده بتحسب ازاي بالدسكاونت اللي جاية من البوند با بأي ريت فطبيعي لما تزيل خلاص يبقى ده معنى لما بعمل اكتر وبشيل فايدة اكتر فاكيد البرايس بيجراله ايه بي وده شيء طبيعي علاقاعك سيئة ما بين والبوند والبريس والبريس طيب احنا كده وصلنا بتاعت او الاختيارات بتاعت البوند بريس البوند بريس ده خلاص ممكن يبقى كيس من ثلاثة كيس تمام الكيس الاولانية ان الكوبون ريت بيساوي يلتو ماتوريتي يعني هو هو بالزبط ساعتها البريس هيساوي البار ساعتها البوند بريس هيساوي البار هي نفس البرسنت اللي انا يعني هستخدمها عشان نعمل هي هيها البرسنت المستخدم عشان نحسب الكوبون ايه بايمين طيب تاني كيس انه الكوبون ريت اللي موجود في عقد البوند اقل من بني بنعمل عشان نخلي البوند ييجي لأ حسس ان هو هياخد اي منفع اصاد ان هو ياخد بعد كده اقل من الطبيعي او تمام حلو طيب تالت اوبشن ان الكوبون ريت اكتر من دي فرصة ممتازة فده معناه انه لازم الشركة تحمل شوية فلوس عشان تعرف تعوض الشركة عن اي فلوس زيادة هتتفعله اكتر من المطلوب اصلا في الماركت وبالتالي احنا نقدر نوصل للجراف الجميل ده اللي هو بيبقى عبارة عن علاقة ما بين الريت خلاص وما بين الريت البرايس لو احنا وقفنا عند النقطة دي النقطة دي اللي هي نقطة الف اللي هي البر فاليو طول ما الكوبون ريت بتساوي انا واقف عند الالف البررايس وقف عند الالف وما بيتغيرش ابدأ انا بقى يعني بغض النظر بقى الريت دي كانت كام خلاص بغض النظر كالتلاتين كالخمسين كالعشرين انا كده كده الكوبون ريت بتساوي وانس ان انا الكوبون ريت بتاعي عادي زيد عن ريت وابالتالي بقى فيه فرق خلاص الفرق ده خلى سعر البون دي زيد فبقى اسمه بريميوم وبقى اكتر من الالف خلاص طيب حلو العكس بقى صحيح لو لو الكوبون ريت اقل من ييلتو متوريتي فده معناه انه الفرق دوت يعني هنا انا عمل اقل يعني ييلتو متوريتي لان ده السوق ده الماركت ده ييلتو متوريتي فانا عمل اقل اقل لحد ماوصل للدسكاونت الدسكاونت ده يعني هدفع اقل من البار فاليو شاء الله تكون واضح لكم جميعا باذن الله دلوقتي احنا عايزين نعرف بقى ازاي ممكن نعمل بوند برايسين اكويشن بس ادجاست فور سيمي انوال كوبون يعني يبقى الكوبون بايمن دي بده ما تكون بتحصل كل سنة بتحصل كل نص سنة نقدر نحسم ازاي البوند ده معناه انه العشرة في المية او اي نسبة كوبون ريت مضروبة بتتقسم لنص عشان كده احنا بنعمل كده سي على تو وانو اي انتريست ريت احنا بنستخدم عشان نعمل دي سكاونتنج احنا محتاجين ان احنا نعملها دي سكاونتنج بعد ما نقسمها على اثنين ليه لانو المدة المستخدمة عشان الحساب كوبون بايمن سي نص سنة مش سنة فانا همسك وقسمه على اثنين يليل تماتيرتي وقسمه على اثنين يليل تماتيرتي وقسمه على اثنين ايه ده حتى في الفيس فاليو اه طبعا ما هي نفس القصة طيب الطايم الطايم قبل كده بيبقى بالسنين بس انا يعني الدسكاونتنج هيحصل كل نص سنة فانا كده مضطرة ان انا اضرب عدد السنين في اثنين فيبقى بدل تي هيبقى تو تي تو تي خلاص فالسي هتبقى انيوال كوبون بايمنت هتتحول لسي اوفر تو سيمي انيوال كوبون بايمنت خلاص طيب اللي هي الانيوال دي انيوال بيرسنتج هنخليها سيمي انيوال هنقسمها على اثنين اللي هي تي هتبقى تو تي عشان تريبريزنت عدد المرات اللي فيها السنة مكونة من ستة شهور هي اكيد مرتين في الساعة تمام كده طيب تعالوا نطبق الايه الانيوال هنا عندنا سيمي انيوال بونز عندنا اكزامبل سي بوينت وان ليه سي عشان ده تشتر نمبر سي يعني يعتبر اكزامبل وان عندنا هنا كوبون ريت سيمي انيوال خلاص سيمي انيوال يعني ايه يعني انا هضرب بعد نقسم على اثنين لانه هي بتدفع كل ستة شهور البوند بياخد الكوبون بايمن كل ستة شهور طيب يعني المطلوبة في الماركت هي كام ستاشر يبقى انا انا عندي اكتر من يعني البوند ده هيتبع ب خلاص يبقى ايه يبقى عشان ده سيمي انيوال هضرب وعلشان الكوبون سيمي انيوال هقسم على 2 فهيبقى ايه مرتين في السنة وانا عندي سمع سنين فيبقى اربعة مرة اربعتشر مرة هدفع الكوبون بايمن طيب اوكي الكوبون بايمن نفسها تبقى كام لو ضربت ال 14% في هيديني الانيوال كوبون بايمن لازم اسمها على اثنين الانيوال ان انا همسك ديت خلاص واسمها على اثنين فتديني 8% تعالوا بقى نشوف احنا ازاي انا عرف نجيب كل الحاجات دي احنا اكيد هنستخدم هذا القانون احنا هنستخدم هذا القانون هو هو بالزبط تمام بس بعد ما اه نعمل حساباتنا حساباتنا اللي احنا اسمنا السي دي على اتنين وال ويتو اما على اتنين وهكذا فهنعمل ايه فهنعمل الات اه الكوبون سيفنتي فو ون مينس ون على ال الار بتاعتي اللي هي اللي هي اه او بوينت او ايت من سكستين عشان عشان اتعال على اتنين والتي مش سيفن عشان انا ضربتها في اتنين بقى اربعتاشر على الي تاني اللي هي زائد اللي هي اللي هي اللي هي باور الف على اللي هي اللي هي بعد ما ازمتها على اتنين والتي بعد ما ضربتها في اتنين كل الكلام ده كله اداني ايه اداني بون دي برايس خلاص اا اقل من الالف يعني زي ما قلت لحضراتكم ليه علشان يعني علشان اصلا من الاساس اقل الطريقة بتاعت الاكسل اللي حضرتك ممكن تطبقها وحضرتك بس انا مش هطالبك بيها لطريقة الكالكيليت اللي لو حابين تستخدموها وده نفس الطريقة لانا كنت بشرح بها التعويض اللي موجود فوق طيب هو البوند ده ملوش ريسك فاكيد ليه ريسك مش معنى هو دي وبتضرف في على طول او على طول انه ملوش ريسك الريسك الاساسية بتاعته جاية من جاية من الايه جاية من خلاص في دي بتعمل ايه بتعمل حاجة اسمها يعني ايه يعني دلوقتي لو اشتريت كوبون مثلا ب معين خلاص وبعدين يليد تماثيرتي دي عملا تتغير كل شوية تمام فبالتالي لو انا استخدمتها تاني بعد ما انا اخد البوند سنة او اتنين وعملت ديسكاونت هلاقي ان البرايس اختلف خالص 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 ودي مشكلة لو يليد تماثيرتي زاد مثلا يعني اللي انا كنت حاسب بي البوند فده معنا مثلا ان انا كنت مفروض ادفع اقل في البوند هاكسة واكتر فده مش حاصل فدي ريسك خلاص الريسك دي بتبقى اكتر في مين في لانه احتمالية انه متير تتغير واردة جدا خلاص فدايما بيقى فيها مور برايس ريسك عن الشورت ترم لون واللو كوبون ريت الكوبون البوند اللي فيها كوبون ريت قليلة فيها برضو مور برايس ريسك لانه وارد جدا ان برضو تزيد فايا لو انا لو هي زادت ساعتها انا محسوبة اصلا بلو اا كوبون ريت فده معناه ان انا هخسر قوي وكأن دفع كتير جدا جدا في البوند بتاعي فانا كده عندي برايس ريسك مش منطقي مش طبيعي فاول حاجة جاية من اللي موجودة في السوق اللي هي برايس ريسك طيب تاني نوع من الريسك الخاصة بال ري يعني انا دلوقتي كنت اعمل حسابي ان انا هاخد الفلوس بتاعة دي واروح اعمل بها استثمار حلو ماذا لو بقى طبعا فيه واضحة جدا انه ممكن يلي الماركت ريت يختلف حلو تمام فمش هوصل لنفس النسبة اللي انا كنت عاوز اعملها وعاوز اكسبها لما اجي اعمل البوند الكلام ده بقى موجود اكتر فين الكلام في الاخر كله يعني ناقص والزيادة هيجمع مع بعض وفي الاخر هوصل للي انا عاوز لكن لو هي يعني المدة بتاعة البوند قليلة فده معنا ان انا ممكن دي ماكسب وخسر عن ان انا كنت عامل حسابي عليه فده ريسك كمان خلاص عندها عن اللو ليه لانه لو انا عندي هاي حلو باخد كتير فانا عاوز لما اخد الكتير دي اروح اينفست فيه او اينفست بيه واجيب فلوس اكتر فلو هي الانتريست ريت مسجعتني ش على دايب انا عندي ريسك لكن لو انا باخد فلوس قليلة لو فده معنا ان اكيد اللي موجود في السوق اعلى ده رسم بياني بيبين العلاقة ما بين ال interest rates المختلفة وال bond value في حالة انه يبقى البوند طويل الاجل وفي حالة انه يبقى قصير الاجل خلاص فال price بيقل 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 مع زيادة ال interest rates في حالة انه طويل الاجل بمعنى انه في price risk لو كل شوية ليلة عملي يزيد فده معناه انه ال price عملي يقل عن السعر اللي انا كنت المفوض اصلا دفعه في البوند فانا كان عندي price risk لكن في حالة خلاص اللي بتأثر في ما بتأثر قوي على زي ما بتأثر على فده يعني رسمة توضيح اللي ده طيب هل احنا نقدر ان احنا نحسب طيب اليلة تاني هي عبارة عن market required rate of return خلاص بيزد على ال current bond price اللي احنا قريد يطلعناه في الحقيقة انه فيه equation ال equation دي ممكن تكون محتاجة شوية مثلاتك الكالكيليشن مثلا ممكن تكون بتتعامل اصلا عن طريق ال Excel في الاول وفي الاخر انا مش طلبة من حضراتكم انكم تحسبوها خالص لان حسابتها ممكن تكون صعبة شوية بكالكيليتر واكيد انا مش محتاجة ان حضراتكم تحلوها بال Excel وبالتالي انا كل انا طلبها هنا بس ان حالك تبقوا عارفين ان ليتو ممكن احنا نحسبها خلاص وده في العموم ومسلا دلوقتي لما نيجي نقرأ مع بعضنا انه احنا لو عملنا الكونسدريشن لبوند 10% الكوبون انتريستريت بتاعه 15 سنة دي الماتيرتي بتاعته البار فالو بتاعه 1000 والبرايس بتاعه كان 928.09 وانس ان انا عرفت انه ده ديسكاونت بوند فده معناه ايه ده معناه انه الكوبون انتريستريت اكيد اكيد اقل من الييلد فلو بيسألني هو الييلد ده هيبقى مور وليس دان التان فهو هيبقى ايه يعني هيبقى ايه هيبقى الييلد اكتر طبعا خلاص بدليل انه ولما حسبناها طلعناها 11 هل مطلوب الحالكم تحسبوها الاجابة لا طيب حلو جدا مثال تاني نفترض انه البوند اللي هو عنده 10% كوبون سمي انيوال كوبون سمي انيوال يعني ايه يعني 10% لما اضربها في ال هاسمها على اتنين طيب وكي في عشان لازم اضربها في اتنين لان انا بدفع مرتين في السنة بدفع اربعين مرة والمتيري بتاعته اه عشرين سنة طيب الكلام ده بقى اتباع بي 1197 فده معناه ان هو اتباع ببريميوم حلو فده معناه ايه فده معناه ان اكيد الكوبون اكتر من الييلد فيبقى الييلد اقل من التن خلاص طبعا هل من حضراتكم هتحسبوها لأ بس كمعرفة طب ايه هي السمي انوى زي ما قلت هي عبارة عن عشرة هنعمل ايه عبارة عن العشرة حلو كده ضربناها في الالف اسمناها على اتنين ده السمي انوى طيب حلو احنا عندنا ادى ايه بقى هنعمل فيها الكوبون بايمينت عشرين في اتنين عشرين في اتنين طيب حلو جدا تاني احنا ممكن نطلع عاردة ازاي ممكن نطلع عاردة بالإكسل هل حضراتكم مطالبين بدأ اجابة لأ طلع ايه في الآخر طلع فعلا ان الييد اقل من الكوبون that's why البوند كان بريميم كل بقى الكلام ده كله نقدر ان احنا نحطه كده او نختصره في الرول دي اللي احنا لازم نبقى عارفين ونعرف ازاي احنا بنستخدمها خلاص ولازم نبقى فاهمين امتى يبقى البوند بريس بديسكاونت امتى يبقى بريميم ممكن امتى يبقى بيساوي البور حلو جدا طيب تعالوا بقى نتنقل لنقطة تانية فيها احنا عايزين نفهم الفرق ما بين البوند وما بين الشيرز يعني بالاخر كده عايزين نعرف الفرق ما بين الدات وما بين الايكوتي الدات ده اللي هو البوند والايكوتي اللي هو الشير طيب اول نقطة خلاص هنتكلم فيها ان البوند ده ما يمثلش اي اونرشيب خالص انا بوند هولدر مش معنى ان انا كده صاحب رأس مال لكن طبعا لو انا عندي شير فانا صاحب رأس مال طيب البوند هولدر ده ما عندوش اي هو مش علاقة اصلا هو هو بيستنى الفايدة وخلاص بيستنى وبس لكن هنا يعني الناس اللي عندهم اسهم اعتيادية يقدروا ان هما يعملوا يقدروا ان هما يختاروا زي ما هما عايزين ما نهمش ووتنزامة كلامنا قبل كده طيب اوكي الكوبون بيمنس دي تعتبر تاكس داكتابل يعني هي بتتخصم من الانكم بتاع الشركة وبتحسب ايه وبتحسب تاكس بعد ما بتتخصم لكن الديفدنس اللي هي التوزيعات اللي هي نتجة عن الشيرز هي مش تاكس داكتابل ما بتتشالش من الانكم ولا حاجة ساعة ما بيحسبوا التاكس طيب الكريديترز بقى لهم الناس البوند هولدرز ليهم الحق وكل الحق ان هما طلبوا بيه الكوبون بيمنس بتاعتهم لكن هنا الديفدنس دي مش من حق حد وما فيش الليابيليتي ان الشركة تقدمها التوزيعات دي حسب ما الشركة تحب تدي اوكي مفيش توزيعات عادي جدا اوكي اه لو زودنا زودنا بونز 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 ده معناه ان الشركة معارضة للديسترس ومعارضة البانكرابتسي لكن طبعا الايكوتي اكيد ما بيعملش اي مشاكل تمامها وبالعكس بيحل المشاكل كتير بالنسبة للشركة ومش بيخليها بانكرابتد حلو فاحنا كده عارفنا الفرق ما بين الايه الديت والايكوتي ويعني باختصار ما بين البوند والشار طيب احنا عايزين نعرف اكتر عن البوند فاحنا مثلا هنتكلم عن حاجة اسمها البوند ايه اندنشر يعني اللي هو حلو هو بارة عن بتعمل ما بين الشركة اللي هتاخد الفلوس والبوند اللي هو هيتسلي في الشركة سواء كان شخصا او كان شركة تانية فبيبقى موجود اللي هو بيبقى موجود فيها ايه موجود فيها موجود فيها وهكذا حلو وطبعا بيبقى موجود فيها total amount of bond ايش اللي ان البور فاليو 1000 بيبقى فيه عدد بقى من البوند اللي هي مضاعفات الالف بيبقى ساعتها عايزيننا يعني نعرف بقى نوع البوند ده هل هو secured secured يعني فيه ضامن لي زي مثلا احنا بيبقى عندنا كريتكويت بضمان المرتب يعني بناخد كارد بضمان الوزيعة وهكذا ففيه نوع من البوند بيبقى مضمون بقى ساعت خاصة طبع الشركة وفيه مش مضمون خالص ما فيش اي ضمان فده نوع وده نوع فيه نوع خاص بالبوند بيبقى معاه حاجة اسمها sinking fund provisions يعني ايه يعني شرط من الشروط ان الشركة تعمل حاجة تحط فيه فلوس بحيث ان هي تقدر ترجع فلوس البوند للبوند holder قبل معاد الماتيوريتي اوكي والكلام اللي انا بيقول ده مهم جدا 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 وما هيجي في الكوزز فارجو ان حضراتكم تركزوا فيه كويس قوي طيب فيه حاجة اسمها call provision خلاص call provision يعني ايه call provision خلاص يعني انا عندي الحق كبوند holder اقول عاوز خلاص ايه ااخد فلوسي اوكي فيقول عليها callable bonds فيجمع انا عاوز ااخد فلوسي خلاص بس الحق ده هيبقى deferred يعني ايه بعد ما يعدي عدد وقت معين عدد سنين معين من حق ان انا اقول شكرا انا عايز فلوسي مش عايز اكمل وده من ضمن على فكرة المميزات اللي في البوند يعني خلاص وفيه حاجة اسمها تانية call premium يعني ايه يعني انا سممكن يبقى ليه الحق ان البوند بتاعي يبقى callable خلاص ولما يبقى اخد فلوس اكتر من الفيز الخاص بالبوند تاني الجزء ده مهم ويجي في الكوز خلاص في حاجة اسمها بقى details of protective convenient يعني ايه يعني انا فيه حقوق فيه حاجات بتprotect حقوق البوند ازاي هقول لحضراتكم من ضمن الشروط دي هي الشروط اللي بتحافظ على او بتقلل مني الما بين الشير والبوند مثلا ممكن يبقى فيه في العقد مثلا بتاع البوند انه مايحصلش ميرجر واكوزيشن غير بعدد معين او بالليميتشن معينة مايحصلش توزيعات للارباح غير بالrestrictions معينة مايحصلش بيع للأصول غير بالrestrictions معينة حاجات تضمن البوند حولدر حقه انه هيقدر ياخد فلوسه من الشركة لما ييجي وقت الماتيري او قبل الماتيري لو كان البوند ده callable طيب هنتكلم عن البوند classification احنا ممكن نصنف البوند بطريقة عاملة ازاي اول حاجة registered versus bearer bonds يعني registered معناها انها متسجلة يعني الشركة عندها سجل باسم البوند هولدر بعنوانه بتاريخه بمعلوماته بالامور اللي تضمن ان البوند هولدر هياخد هو بذاته اما bearer بوند هو نوع تاني ما فيوش اي تسجيل للمعلومات وده بتعمل لما تبقى اي حد او شركة او اي حد عاوز ان هو يتهرب من الضرائب منقل الانقم بتاعه هي ليجل وحتى ليجل في اليو اس ماركت بس هي بتقلت جدا 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 تمام طيب ممكن نعم classification بيزد على security يعني هي مضمونة ولا مش مضمونة فيه النوع اللي هو collateral يعني هو البوند عمل security للبوند عن طريق financial security يعني ايه يعني لو حصل اي مشكلة ومعرفش البوند ياخد فلوسه فيقدر ياخد اللي هي unsecured خالص اسمها كده وفيه notes تمام هي unsecured ويبقى عادة الماتيريتي بتاعتها period اقل من عشر سنين classification الاخر هو اللي علاقة بالseniority خلاص يعني ايه السينيير بوند هي البوند اللي فيها اكتر حاجة في security واكتر coupon rate وبقى versus الجونير اقل security واقل coupon rate وصب ordinated بقى اقل من الجونير في security وفي coupon rate هزي مهمة وهتجي في لازم تبقوا فاهمينها لازم تحاولوا كمان تسير شفور معلومات اكتر عنها عشان تقدروا ان انتوا تحلوا في وده مش معناه خلاص ان القوز مش موجود من بقى لأ مش قصدي قصد اقول انه لازم حضراتكم لو حبي انت ستوعبوا اكتر تعملوا هذا الجهد وانا موجودة لو في اي سؤال طيب البوند characteristics بقى و required return حلو قوي دلوقتي انا في اي بوند عندي corporate rate خلاص corporate rate دي محسوبة بريسك معين خلاص محسوبة بالمفروض يعني المطلوب في السوق انه يتحملوا اي بوند holder وصدر risk حلو طيب تفتكروا اي اي هي البوند خلاص اللي هيبقى فيها higher coupon payment يعني higher coupon interest rate خلاص اا secured اكيد عن ال departure departure هيبقى فيها higher coupon rate طبعا خلاص طيب subordinated departure versus senior departure وده غريب جدا خلاص اللي هو اقل لي حاجة خالص ممكن تديني higher coupon rate ليه علشان مفيش اي security وده عكس اللي فوق تمام a bond with sinking fund versus one without لو فيه fund ان الشركة ممكن ترجعلي فلوسي قبل المعاد ده هيبقى فيه معاه higher coupon payment اكتر اكتر من اكتر اكتر بمعنى بمعنى اصح كل ما الـ options اتحسنت كل مكان الـ coupon متوقع انها تكون اكتر والكلام ده بتاني مهم انه كم مفهوم علشان حضراتكم تعرفوا تحلو في الكوز طيب فيه بقى اصلا حاجة اسمها government bonds خلاص يعني سندات خاصة بالحكومة ايه ده يعني احنا هتسلف الحكومة ايه نعم خلاص حلو يعني ايه يعني انا بدي ديت ليش مش للشركة بقى بدي ديت للحكومة بتاعتي خلاص وطبعا ده بيبقى مختلفة حسب بقى المشروع اللي بتعمل الحكومة وبيحصل له زي وزي بتاع يعني برضو بيتحسب له كده الانترست بقى اللي هي دي برضو بتبقى يعني لو فيه كان مسلي في الحكومة واخد قصادها ما بيتحسبش عليها في التاكس كتعويض يعني كتحفيز خلاص والانترست يوشوالي بتاكزمت فروم ستيت تاكس كمان يعني ده مكتوب الكلام ده يعني في الكنتراكت بتاع البوند طيب هو بقى فيه انواع من خلاص اللي هي يعني مشهور باسم تريجيري سيكوريتيز اوكي تريجيري سيكوريتيز يا اشهر حاجة فيها التريجيري بيلز اوكي التريجيري بيلز ممكن يتقال عليها بيور ديسكاونت بوند لان هي بتتبيع او سعرها اه قولي القوي لان هي بتحط قولي القوي خلاص وكمان الماتيرات بتاعتها بتبقى دي بيقولوا عليها في الماركت ريزك فري ريت أصلا يعني إيه يعني مفيش أقل من كده فبالتالي مفيش ريزك أصلا فالريتيرن ده بيبقى أقل حاجة خالص تمام طيب أوكي فيه نوع آخر اسمه تريجري نوتس اللي هو كوبون ديت عادي جدا الماتيوريتي بتاعته بتبقى ما بين سنة وعشر سنين متيوريتي أكبر شوية وفيه بقى تريجري بونز العادية برضو كوبون ديت والماتيوريتي بتاعته أكتر من عشر سنين يعني لما المدة بتزيد كل ما البوتينشيل بتاع الجوفرمن بونز بيزيد أو تريجري بونز بتزيد بس أقل حاجة خالص هي تريجري بيلز أقل كوبون ريت وأقل ماتيوريتي ودي بيد اللي بتحسب عليها ريزك فري ريت اللي احنا هنعرفه بعد كده إن شاء الله في المستقبل طيب عالوا نحل الإكسرسايز ده مع بعض الإكسرسايز ده بيقول إيه أنا ككوربريشن عندي تكسب البونز بييلد 8% وعندي مانيسيبليكال بونز بييلد بستة في المية أخطر أنه أخطر أعمل أنه طيب أوكي واحدة واحدة كده لو مسكنا البوند اللي بيدي ييلد 8% فده معنى أن أنا هدفع 8% حلو الدفع ده تاكسبل يعني تاكسبل حلو فيبقى إيه التاكسيشن ده بفورتي برسنت يبقى فيه أربعين في المية من الكوبون بيمنت بتتنقص من التاكس حلو كده فأنا هعمل براكت فيه واحد ناقص أو بوينت فور يعني إيه يعني مرة هدرب التمانية في الواحد فأنا كده خلاص حسبت الإيه كأني حسبت البرسنت بتاع في الكوبون بيمنت ومرة تانية دربت الـ 8% في الفورتي برسنت علشان أشوف هو التاكسيشن بنقص لي قد إيه فهلاقيني في الآخر بدل ما أدفع 8 أنا كأني أدفع 4.8 بعد ما شلت الإيفكت بتاع التاكس تاني أنا بدفع 8% أنا بدفع 8% حلو كده بس التمانية في المية دي تاكس يعني أنا بياخد تاكس داكشن التاكس داكشن ده عبارة عن إيه 40% في الرقم بيبقى ماينس فعشان كده حطيت هنا ماينس ودربت الـ 40% في الإيد فلاقيت نفسي أن أنا بعد ما بشيل الإيفكت بتاع التاكس كأني بدفع 4.8 مش 8 حلو كده ده 4.8 طيب حلو بالنسبة بقى لـ 6% لا هنا مش تاكس بقى أقل إنه مش تاكس خلو يعني إيه مش تاكس بقى يعني شكرا أنا كده ما فيش تاكس خلاص هاخد التاكس بقوند اللي هو بـ 8% طيب السؤال اللي بعد كده سؤال تريكي برضو شوية نركز مع بعض هو إيه التاكس ريت اللي مش تبقى فرقة ما بين التو بونز هعمل إيه بقى أنا كده التاكس ريت أنا مش عارفها فهعمل 8% في 1-T equal 6% إمتى يبقى ده كل ده بيساوي 6% هلاقيه لما تبقى تيه 25% يبقى لو كانت التاكس ريت 25% ساعتها مش تاكسر الأخطار التاكس بالبوند أبو 8% أو المنسبلك البوند اللي هو بـ 6% ننتقل لما بعد ذلك في بقى حاجة تانية خالص بوند مختلف تماماً اسمه zero coupon bond اسمه zero coupon bond خلاص إيه بقى zero coupon ده مفيش أي interest payment شكراً الـ coupon payment is zero percent خلاص طيب الـ entire yield to maturity بييجي من difference between purchase price والpar value يعني أنا كل الحاجة اللي بتجيلي من محور البوند ده إن أنا ممكن أكون دفعت رقم وأخدت رقم أنا باخد في الآخر par value فأنا ممكن أكون طبعاً أنا أكيد دفعت ولا حاجة يعني إنه مفيش أصلاً أي coupon payments بس في الآخر هاخد رقم كبير بس هو ده كابت الجن الوحيد اللي أنا هاخده غير كده مفيش zero coupon خلاص طبعاً ما بقدر شباحها أكيد بها أكتر من الpar value ده مش option أكيد إيه لازم بيقى أقل بيتقل عليها zeros أو deep discount bonds خلاص وممكن تبقى زي إيه ممكن تبقى treachery bill منها ممكن تبقى savings bonds هم موجود examples للزيروز دول بس sometimes treachery bill بيبقى فيها إيه percent بس percent very low very low very junior أوكي برضو من types الخاصة بالبونز إنه في حاجة سمها floating rate bonds floating rate bonds يعني إيه؟ يعني إنه الكوبون rate مش سبتة مش سبتة هي بتفلوت بتفلوت مع شوية index value يعني إيه؟ يعني مع السوق مع اللي بيحصل مع اللي بيجرى فهو بيبقى adjustable adjustable زي إيه؟ adjustable rate حسب اللي بيحصل حسب الفوائد اللي بتحصل في القروض حسب التضخم تمام؟ وبالتالي أنا كده لما يبقى الكوبون interest rate بتاعي متماشي مع اللي بيحصل فمتماشي مع اليلتو ماتيرتي على طول فبالتالي عندي price risk قليل جدا تمام؟ لإنه هو بيفلوت خلاص وبالتالي هو مش يعني فكرة إنه يبقى مختلف تماما عن اليلتو ماتيرتي مش موجودة أصلا ولكن ممكن الكوبون ردي يبقى ليها color يعني يبقى ليها ceiling خلاص إن هي يحصلها floating لدرجة معينة ماقدرش الزيدة عن كده وده بيقلل إيه price risk ده ما قلت لحضراتكم طيب أوكي إيه تاني other types of the bonds برضو السلايد دي مهمة وممكن تيجي في الكوز حاجة اسمها income bonds الإنكم bonds دي اللي هي السندات اللي ما فيهاش أي جارانتي إن الكوبون بيمينتز هتيجي كل سنة أو كل نص سنة خلاص هي فيها جارانتي فقط إن الفيز فاليو هيجي بمعنى أصح ماقدرش البوند هولدر يطالب بحقه في الكوبون بيمينتز خلاص ينفى يطالب بحقه بس في الpar value ده نوع خلاص وبيبقى الأجريمنتز بتاعته موجودة في العقدة بتاعه حلو طيب فيه بقى نوع تاني اسمه convertible bonds يعني إيه يعني ممكن البوند هولدر يحاول البوند بتاعه الشيرز ده اوبشن موجود فبدأ ما بدت يبقى equity طيب فيه حاجة برضو اسمها put bonds يعني إيه دي style من البوندز بتدي البوند هولدر الحق انه يطالب الشركة ان هي تشتري البوند دلوقتي خلاص وتخلص البوند وقبل وترجع له فلوسه تمام فهو فيه انواع كتيرة من البوند وانا ممكن يعني او الشركة والبوند هولدر ممكن نحطه كتير جدا 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 خلاص المهم في اي دي او اي شرط او اي حاجة خلاص لازم نحطين في دماغنا انه الشروط دي بتأثر على required return فبتأثر على coupon rate بتأثر على coupon payment لانه risk return في الاخر خلاص وبس دا على كمان هو من المستنفع من المستنفع من القصة دي زي برضو فكرة ان ال coupon rate اقل من ال yield او اكتر من ال yield لو كان اقل فده معناه انه طب احنا لازم نخلي البوند هولدر يستنفع فهي بوند ديسكاونت طب لو هي اكتر يبقى احنا لازم نعوض الشركة في خلايا بريميوم and so on طيب ايه يا بقى البوند ماركتز البوند ماركتز بتبقى حاجة اسمها over the counter over the counter يعني dealers خلاص هم ال dealers اكتر اللي ايه اللي بتعاملوا مع القصة دي تمام بمعنى اصح مفيش اللي هو بقى زي الاسهم انا عارفة دلوقتي السهم بكام ما تحرك بقى دي ايه وسعر دخل بقى دي ايه واللي خرج بقى دي ايه لا هو over the counter اوكي وفيه extremely large number of bond issues بس هو low daily volume in single issues طبعا يعني يعني ما ينفعش يبقى يعني بوند واحد ولازم يبقى عدد من البوند في نفس الاشو طيب حلو قوي بالنسبة بقى للبوند ماركت صعب قوي ان انا اعرف خلاص لو كانت الشركة صغيرة خلاص او كانت الكلام ده كله للايه للجوفرمنت لانها over the counter ولان هي مش مش سوء محكوم حركته على طول فبالتالي انا مش ببقى عارف الاسعار بتاعتها ما عدائي اللي هي خاصة بالحكومة اللي هي زي البلز زي ما قلت لحضراتكم ده هي الاساس ده هي الاساس لحساب اي عائد اصلا فبالتالي هي بيبقى معروف سعرها كام طيب انا عشان اعرف مثلا اي بوند انفورميشن بيبقى موجود اونلاين وده اجزامبل لو حضراتكم حابين انك انتوا تستكشفوا حاجات اكتر عن البوند وانا كمان ارشح ده بشدة البوند برايس ده كمان انواع واشكال هنكتشفها دلوقتي في حاجة اسمها كوتد برايس وفي حاجة اسمها انفويس برايس الكوتد برايس اللي هو الكلين اللي هو عبارة عن ايه هو عبارة عن انه بس فيز فالو وده بيحصل امتى حوار البرايس ده بيحصل ساعة ما الشركة تبقى مثلا عايزة تشتري البوند تاني من البوند هولدر قبل معادل ماتيريتي فمسلا لو هي مخلصة كل الكوبون بايمنت بتاعتها هي بقى ساعتها هتديله الفيز فالو وخلاص لكن في بقى برايس تاني اسمه انفويس برايس او ديرتي او فول برايس هو عبارة عن ايه هو عبارة عن فعلا البرايس اللي بيدفع اللي هو موجود مع اكروت انتريست ايه الاكروت انتريست يعني يعني ايه فايدة مستحقة يعني الفايدة اللي المفروض تدفع ليه البوند هولدر من اخر فايدة هو استلمها يعني لو مرة مثلا ام مثلا فايد يعني الكوبون دي مثلا انيول وبعدين انا عملت ليه بيرشيس في نص السنة فاحسبله نص كوبون وادهوله مع الفيس فاليو بتاعت البوند مثلا هو عامل سيمي انيول خلاص واخر من اخر مرة ااخد كوبون شهرين شهرين عدوا والشركة عايزة تعمل ري بيرشيس هتديله الشهرين دول مع الفيس فاليو الخاصة بي البوند هنتكلم دلوقتي مع بعضة عن ال ستركتر وانتكلم عن مفروض انه يعني الحقيقي اللي فعلا اللي حاصل ده اللي موجود وهو اكيد بيساوي ده الريل ريت اللي حاصل وفيه حاجة اسمها اللي هو مفروض يعني اه نومينال ريت يعني ايه يعني الانتريست ريت اللي حصلت بعد ما حصل تغيير زي الانفليشن مثلا خلاص طيب وفيه حاجة تالتة تانية اسمها ده اكس انت نومينال ريت عبارة عن زائد ايه كل الكلام ده كله يعني ايه هنقوله واحدة واحدة يبا احنا عندنا ريل ريل ريت اف انتريست وبعدين نومينال ريت اف انتريست وبعدين اكس انت نومينال ريت كل ده هنفهمه واحدة واحدة وكل ده متعلق بالانفليشن طيب حلو جدا فيه حاجة اسمها فيه حاجة اسمها فاشر ايفكت يعني ايه الفاشر ايفكت ده خلاص هي عبارة عن رول بت define الريليشنشيب ما بين الريل ريت والنومينال ريت والانفليشن واحدة واحدة فانا هنا عندي حاجة اسمها nominal rate اوكي اللي هي اسمها quoted rate طيب وفي حاجة اسمها real rate وفي حاجة اسمها expected inflation rate فالمفروض ان nominal rate بتساوي real rate في inflation rate بالشكل ده يعني one plus r equal one plus r small في one plus h حلو يعني ال approximation كده ان nominal rate بتساوي real rate والinflation اللي احنا عايشين في حياتنا احنا دلوقتي مثلا بناخد فايدة معينة من البنك كزا وبعدين هيحصل inflation فاحنا متوقعين انه مع inflation ده الفايدة هتزيد وتوصل لل nominal يبقى احنا عندنا real بناخدها حصل inflation بنشوف الايفاكت بتاع الinflation على الريل ونطلع nominal after inflation حلو كده طيب تعالوا نشوف الكلام ده على example عشان نفهم اكتر لو احنا محتاجين عشرة في المية خلاص وبن expect ان الinflation هيبقى تمانية في المية ايه هو nominal rate ايه هو nominal rate بتاعي طيب nominal rate ده اللي هو ال r حلو حقيقي حقيقي انا بدور على عشرة في المية فيبقى 1.1 يعني واحد زائد ار وال متوقع يبقى تمانية فواحد زائد الجلل هوا ايه one point o eight ماينس ون عشان مفروض من الايكوشن من هنا فيها one plus r فعملناها ماينس هنا فاجبنا انه انه من ال rate بتساوي كان. امم. تمنتاشر. طيب ال الابروكسيميشن بقى عشان نختصر خلاص ممكن تبقى عشرة زي التمانية بتمانتاشر حلو يبقى انه من الريت بتمانتاشر بقى ان الريل ريترن والاكسبيكتد انفليشن الريلاتفلي هاي يبقى علشان اصلا ده فشر افكت وده افكت علشان الريل ريت وعشان الانفليشن ريت هما هاي ففي فرق ما بين الابروكسيميشن والفشر افكت برضو مش دي مشكلتنا احنا عايزين نفهم هو يعني ايه نومينال ويعني ايه نوميناتد ويعني ايه كوتد يعني ايه رييل يعني ايه انفليشن كل الكلام ده واحدة وواحدة احنا كده عارفنا ازاي احنا ممكن نجيب الايه النومينال من الريل والانفليشن عن طريقука ولما تبقى الريل والانفليشن علين بيبقى في فرق ما بين الابروكسيميشن اللي احنا جبنا به نومينال عن الايه الفشر افكت بор روحة بقى تاني هنتكلم عن ايه عن عالSt Salem Structure of Interest rates يعني ايه هاي relationship between time والmaturity and yields حلو داخل في الاعتبار الايفاكت بتاع مالها كلها حلو جدا ففي حاجة عندي اسمها ييلد كيرف هنشوفها دلوقتي بجرافكة عن الترم ستراكتشور خلاص في الكيرف ممكن يبقى نورمل فإذا يبقى أبويرد طلع لفوق ممكن يبقى انفرتد يبقى دون ويرد تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض هنا بقى ظهر الريل والانفليشن والنومينال وكل الحاجات دي واحدة واحدة طيب ده اولا كده اللي بيبريزنت النومينال انترست ريت ده اللي هو ايه اللي هو ده اللي هو مين اللي هو الييل تو ماتيوريتي اللي ممكن يتغير خلاص كده اللي ممكن يتغير مع الطايم تو ماتيوريتي علشان بيحصل تغيير حلو انا كنت بادئ اصلا من فين من الريل ريت العادية جدا اللي هي كانت موجودة وقتا ما انا عملت البوند اشوانس عادي خالص خلاص اللي هي يعني ممكن تبقى شبه الكوبون ريت ساعتها بعدين بيحصل انفليشن بيحصل انفليشن بيحصل انفليشن فانا خلاص مع الانفليشن اللي بيحصل بقى توقع يعني يعني طلباتي في الريتورن عملت زيد تزيد 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 عشان كده اسمها ابويت سلوبينج خلاص والنومنى الريت اللي هي عبارة عن الريل ريت معدلة بالانفليشن عملة تزيد 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 فده معنى ايه انفيه برايس ريسكه عالي جدا 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 خلاص وانه فيه كمان ري relatable risk عليه جدا 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 حلو احنا كده عرفنا الانتريست بقى ريت ستراكتشول وفهمناه وتأثيره على الييد وماتيريتي عمل يزاي ده في حالة الابويت سلوبينج ييلد كيرف طيب اوكي لو هيبقى العكس خلاص احنا هنا النومنال ريت اللي بيجرى لها عمالة باقي تقل تتحرك كده خلاص طيب حلو وده الطايم ايه توماتيريتي اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل انه الريل ريت اللي هي ساعتها يعني ممكن تبقى الكوبون ريت بتساوي الريل توماتيريتي الانفليشن بقى عمل ايه يزيد يزيد فالانفليشن عمل يقل 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 وبالتالي السوق مطمئن السوق كويس والعقد المطلوب عمل ايه يعني مفيش ريسك كبير فعمل يقل يقل وبالتالي النومنال ريت المعدلة اللي هي عبارة عن الريل ريت المعدلة من الانفليشن هي كمان عملت الفرق ما بين بقى خلاص الفرق ما بين النومنال ريت انتريست ريت وما بين الانفليشن هو الانتريست ريت ريسك بريميوم الريسك الزايد اللي بيحصل بسبب الانفليشن سواء كان في الدون ويد الكيرف ده او في الكيرف السابق اي فرق ما بين النومنال ريت وما بين الانفليشن اسمه 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 انتريست ريسك بريميوم انتريست ريت ريسك بريميوم الريسك الزايد من الريسك ده متمثل في الـ price risk ومتمثل في الـ investment risk اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده كتير جدا خلاص يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الـ structure of interest rate اللي هو الـ real rate اللي هو ممكن يكون بيساوي الـ carbon rate اللي ممكن يكون بيساوي الـ maturity مع الـ inflation effect انا بقى ممكن ساعتها ايه الـ inflation effect ده يعمل لي risk premium معالي جدا فيبقى الـ yield to maturity اللي هي nominal rate خلاص? عملت زيد تزيد تزيد بعد ما انا اخدت البوند. اوكي? فتسببلي برايس ريسك وري امفزمينت ريسك. تمام? وممكن في الحالة دي تبقى وممكن الحالة التانية اللي هي ايه? الحالة التانية اللي هي ام الريل ريت مع الانفليشن. الانفليشن بقى بيقل. فده معناه ان الريسك بتقل. فده معناه انه من الريت عملت قل. فالريسك بريميوم اقل. فده كده خلاص? طيب. وده احنا كده رايحين ايه? احنا طلعين ايه? احنا طلعين ايه? اشان الانفليشن. فانه من الريت عملت زيد. فالريسك بيزيد. وري امفزمينت ايه? ريسك بيزيد. واتمنى تكون الموضوع ده سهل بالنسبة لكم. واضح لحضراتكم. بازن الله بكل سهولة ويسر. طيب. طيب عاوزين نعرف ايه يا الفاكترز اللي ممكن تكون بتقسر على يعني ايه يا الحاجات اللي ممكن تكون بتخلي ليلتو متيرتي بتزيد. خلاص? او في البوند عمتاً بيزيد. اول حاجة الديفولت ريسك بريميوم. يعني ايه? يعني هو البوند ده سكيورد ولا لأ? كولابل ولا لأ? مع سينج الفوند ولا لأ? وبالتالي يبقى محتاجة اكتر. طيب البوند ده يعني انا مسلا الوقتي كشركة مدفع كوبون بيمينت هيبقى الشركة يعني هتاخد تاكسيشن ولا يعني اجزيمشن ولا لأ? يعني هيتنقص من تاكسي بتاعتها ولا لأ? وبالتالي قدر ان اطلب ريتورن اعلى ولا لأ? هنصقون عكس طبعاً مني سيبريك البوند. طيب الليكوديتي بريميوم يعني البوند ده سريع كده وينفع اتباع عادي خلاص ومفوش مشكلة فده معنى انه لأ هو ساعتها هيبقى ريتورن قليل انه هو موجود للتداول بس مش موجود لان انا اسيبه لحد الماتيريتي. حلو. الماتيريتي بريميوم بقى ها كل ما زادت الماتيريتي كل ما انا طلب طبعاً ريتوف ريتورن اكتر. خلاص? ففيش باية فاكترز بتأثر على ريكواد ريتوف ريتورن اكيد. ولازم ناخدها في الاعتبار. احنا كده خلصنا كل حاجة متعلقة بالبوند. الاتشابتر ده يباني انه هو فيه ديتيلز كتير بس هو فعلاً بسيط. والمسألة اا او المسألتين اللي فيه حاجات بسيطة جداً 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 اا اتمنى ان انتوا استمتعتوا بالموضوع وفهمتوا كله كله بازن الله وبازن واحد احد لاي اسئلة قبل حلقة النقاش حتى تفضلوا ابعتولي. اسمعوا الحلقة دي كويس عشان تعرفوا تحله كويس. وبعد اذنكم عايزاكوا بقى في نهاية المطاف تقولولي انتوا ممكن ازاي تلاقوا الفاليو اوف بوند وليه البرايسز ممكن تبقى مختلفة. اا يعني ايه بوند اندبانشر وايه هي الفيتش ساعة البوند ايه هي البوند ريتنجز وطايبز ازاي الانفليشن بيفاكت الانترست ريت وهو الترمو استركتر بتاع الانترست ريت ويعني ايه انترست ريت ريسكي بريميوم والأبويد ودون ويرد ييلد كيرف وايه هي الفاكترز اللي ممكن تأثر على ريكويد ريت وفرتورن يعني كا استعداد الكويس. وبجدا انا بشكركم جدا على الاستماع ان شاء الله تستفيدوا بالطوبيك ده. ومستنية حضراتكم ان شاء الله في حلقة النقاش. وشكرا للاستماع. واستودعكم الله.